طلبت وزارة الكاريجية الفلسطينية مجلس الأمن بإجراءات ملزمة لوقف جرائم الاحتلال وإطلاق عملية سلام حقيقية ودانت الكاريجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات سلطات الاحتلال وميليشيا المستوطنات المتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم واعتبرت أن هذه الجرائم تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي خطير يهدف لتفجير سلسلة الصراع أو ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها